يا صباح المجد البلدنا صباح الخير على كل المصريين صباحكم كله عزة وكرامة وفخر ونور ليوم الدين كلنا فخرين ببلدنا بنتشرف بمصر وحضرتها ومستقبلها قدام العالم كله كلنا نبارح نمنع على فرحة كبيرة قوي كل مواطن مصري فينا كان قد ايه ساعته كان قد ايه فرحته وكان قد ايه اعتزازه بنفسه وببلده اللي بيشوف تاريخها وحضرتها اللي مزالت بتبهر العالم كله واللي بيشوف كمان خلينا اقول المستقبل اللي برضو عملوا المصريين اللي بيخلي مصر دي مصر المستقبل قدام العالم كله وانا النهاردة ببدأ مع حضرتكم اسبوع جديد وحلقة جديدة من هذا الصباح على شاشة اكسرا نيوز زي ما قلتلكم سعادة وطاقة ايجابية كلنا فرحانين بيها فخر صعب الكلام يوصفوا مصر لله الحمد كانت وما زالت وحتى الان قادرة على انها تبهر العالم كله مصر اللي بتأكد ان تحضرها ومستقبلها واستمداد تاريخها اللي بيجي من حضارة اجدادنا اللي احنا قد ايه شفنا الاحفاد اللي هو احنا الجيل بيتعامل مع الاجداد شفنا قد ايه الاستقبال اللي حصل خلينا نقول الاحتفالية اسطورية لموكب المميوات الملكية اللي كان العالم كله بيتابعه طبعا احساسنا احنا كمصريين ما اقولكوش عليه صعب زي ما قلتلكم ان الكلام يوصفوا من قبل هذه الاحتفالية والعالم كله عنيه على مصر العالم كله في حالة ترقب وانتظار لحدث تاريخي صعب انه يتكرر بالشكل وهذا المشهد هيتم نقل فيه ملوك وملكات مصر لمقر اقامتهم الاخير في المتحف القومي للحضارة هذا الاحتفال الاستوري اللي تم تنظيمه على اعلى مستوى منتهى الدقة كل حاجة محسوبة بالثانية وبالمعاد نظام حاجة كده ماينفعش ان انا اقول لحضاراتكم عليها مجرد كلمات بتقال انها صعب انها تاني هقول تعبر عنها مصر للحمد لله رب العالمين العالم كله مبارح كان بيبص عليها ومفيش اهتمام باي حدث تاني غير على مصر لان انا بنتكلم على اعظم حضارة عرفتها البشرية عدم حضارة في التاريخ على كل المستوات واللي بيتم الاحتفاء بيها في اي مناسبة مش بس في مصر لكن في دول العالم كلها ما بتروح في اي مكان اي مكان لما بتشوف الجوالات الخارجية مثلا لاثرنا او المعارض اللي كان بتتعامل لجزء مثلا من كنوستوت عن خاامون برا مصر بتلاقي ان الاستقبال برا غير عايزي لما بتروح اي مدحف اكبر المتاحف اللي موجودة لوفر مثلا في فرنسا او المترو بريتان اي مدحف بتلاقي فيه قطع للاثار المصرية بيباليها قدسية خاصة جدا بنتكلم على وسائل الاعلام الحقيقة الدولية اللي كانت متواجدة في مصر وليكان بتنقل الحدث موكب المميوات الملكية كان بيتصدر كل مواقع تواصل اجتماعي في العالم كله خلال ساعات قليلة واعتقد نديم مش مفاجأة بالنسبة لنا احنا عارفين قد ايه اهمية هذا الحدث هذا الحدث اللي تم الاعداد ليه بشكل قوي وكبير جدا الحقيقة احنا بنتكلم على مصر اللي قيمتها الحقيقة وحضرتها لا تعد ولا تحصى ولا تكفيها الكلمات اللي لسه التاريخ بيتكلم عنها ويقول اللي لسه باطن الأرض في مصر مليان كنوز بتطلع كل يوم تبهر العالم سيد الرئيس عبدالفتاح سيسي وله كل التحية والشكر والتقدير انه منح جيل الحقيقة القيادة السياسية وعية جيلنا الحالي وأولادنا والأجيال اللي جاية مشاهد من عظمة التاريخ والحضارة اعتقد ان احنا كنا بنعد نتكلم عن أثارنا كتير ونقول الاهتمام به الأثار ان مصري عندها هذا العدد من المتاحف المصرية طريقة عرض الأثار المصري اللي اختلف تماما حرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي هو بيتقبل ملوك وملكات مصر في متحف الحضارة وتواجدوا في انتظارهم التقدير الكبير للحضارة المصرية اللي سهمت في تنوير العالم وهنا بشوف استقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لملوك وملكات مصر بشوف المستقبل مصر المستقبل مصر الحاضر في استقبال التاريخ والحضارة عشان نستمد منه كلنا مسيرتنا ونكمل طريقنا زي ما قلتلكم مجرد التعبير بالكلمات صدقوني صعب لكن الفرحة اللي احنا بديين بها يومنا فرحة كل واحد فينا ده طبعا اللي احنا هنتكلم عنه زي ما قلتلكم بشكل كبير قوي 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 يعني على مدار حلقتنا النهاردة في هذا الصباح وتحية مصر ودايما واباتر طيب